نصب الأمين العام للكونفيدرالية الحر للأمال الشاديين إبراهيم بيسايد نصب عطى النقابة الوطنية لأمال المكتب الوطني لضرائب النقل البري كان ذلك بمركز الموناء الثقافي هنا في العاصمة إن جمعنا تقرير حارون أبا أدم إن الكونفيدرالية الحر للأمال الشاديين سيل تتي تشهد تطورا ملحوظا في وسط الأزمة الاقتصادية التي يمر بها القطاع العام حيث بدأت تتسع دائرة النضال النقابي من خلال انضمام النقابات العمالية للمؤسسات والهيئات التابعة للدولة وقد حظيت الكونفيدرالية بثقة عمال المكتب الوطني لضرائب النقل البري وذلك إيمانا منهم بالدور الكبير الذي تلعبه الكونفيدرالية الخر للأمال الشاديين في مجال الخوار الاجتماعي في ظل الظروف المالية الصعبة التي ضربت الخزينة العامة للدولة مؤخرا وقد نصب رسميا الأمين العام لسيل تتي إبراهيم بن سعيد عضاء النقابة الوطنية لعمال المكتب الوطني لضرائب النقل البري وبذلك ستقوم هذه النقابة بمزاولة عملها في الوسط المهني بكل مسؤولية وجدية وأن تأسيس هذه النقابة يعني عمليا الترابط والتماسك من أجل ضمان المصلحة العامة وأن شعارهم هو نقابة قوية من أجل دفاع أفضل لمصالحنا حسب ما جاء في لسان الأمين العام للنقابة اللمين الشريف والذي أكد ثقة مناضلين نقابتهم في الكونفدرالية الحر للعمال الشديدين السيل تتي وذلك اعترافا منهم بمواقفها الشجاعة والعملية في إطار الخروج من الأزمة الاجتماعية وحث زملائه على الهمة والانضباط بقيود المهنة من جانب إبراهيم بن سعيد الأمين العام للسيل تتي فقد دعا أعضاء النقابة إلى التقيد باللوائح الداخلية واحترام السلم الإداري وأشددا على ضرورة منخ الأولوية للحوار موسيقى من الملفت أن الكنفدرالية الحرة للعمال الشديدة تضم نقابات مختلفة من القطاع العام والخاص وخاصة تلك التي تنشط في خدمات الدوائر الحكومية والأنشطة الحيوية الأخرى